مشاهدين الكرام انطلاقا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز السعود بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الأثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية وبناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبدالعزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والترمية على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سموه لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها صدر أمر ملكي كريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ عشرين مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها عشرة مليارات وأربعمائة مليون ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدية الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن وبرنامج دعم صغار مربي الماشية على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين التالي أولا تخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقية الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443-1444 الهجرة 2022 للميلاد ثانيا إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقا ثالثا تخصيص مبلغ ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقا رابعا تخصيص مبلغ أربعمائة وثمانية ملايين ريال كدعم مالي لمستفدي برنامج صغار مربي الماشية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر